موسيقى لو تكلمنا عن تمزق طابلة الأزن المقصود بتتمزق طابلة الأزن حدوث ثقب في طابلة الأزن أو ما يسمى بغشاء الطابلة اللي بيفصل بين الأزن الوسطى وقناة الأزن الخارجية معروف أن غشاء طابلة الأزن بيهتز في حال دخول موجات الصوت إلى الأزن وبتستمر هذه الاهتزازات بالمسير بتشوق طريقة إلى الأزن الوسطى وبتشكل طبعا الأصوات اللي احنا بنسمعها ولكن في حال تمزق غشاء الطابلة فعملية السمع بتكون صعبة في بعض الأعراض طبعا بتظهر أو بيعاني منها الشخص في حال إصابة بتمزق طابلة الأزن أبرز هذه الأعراض هيشتكي المريض من ألم هذا ممكن يكون خفيف أو حد وبتختلف حدته وتتباين من وقت الآخر خلال اليوم أيضا خروج سوائل من الأزن بعد اختفاء الألم أو خروج قيح قد يكون مصعوب بدم من الأزن أو ممكن يعاني من هزيف في الأزن وده بيحصل بسبب تمزق الطابلة اللي هو التهاب في الأزن الوسطى ممكن أيضا يعاني من فقدان سمع مؤقتة أو صعوبة في السمع أو شعور طنين مستمر في الأزن أو دوار ودوخة طيب أسباب تمزق طابلة الأزن في الحقيقة العديد من الأسباب اللي ممكن تقف وراء تمزق أو ثاق بطابلة الأزن منها أولا العدوى بتعتبر الالتهابات أو العدوى اللي ممكن يتعرض لها الإنسان خاصة في الأزن أحد الأسباب الشائعة لتمزق طابلة الأزن خاصة عند الأطفال أثناء التهاب الأزن ممكن تتراكم السوائل خلف أشياء الطابلة وبالتالي بيتولى الضغط ممكن يسبب تمزق طابلة الأزن السبب الثاني هو تغير في مستويات الضغط ممكن تتسبب بعض الأنشطة في تغير مستويات الضغط في الأزن ده ممكن يقدي أو يسبب لتمزق الطابلة وده بيحصل لما بيكون الضغط خارج الأزن مختلف بشكل كبير عن الضغط داخل الأزن في بعض الأنشطة اللي ممكن إنسان يمارسها ويقوم بيها ولازم ينتابه لها لأن ممكن هذه الأنشطة تكون خطر وتتسبب في تمزق غشق طابلة الأزن منها الغوص الأشخاص اللي متعودين على الغوص أو الصفر بالطائرة أو قيادة السيارات في أماكن مرتفعة على هضاب مرتفعة أو منحضرات مرتفعة أو موجات الصدمة أو تعرض إنسان لحادث أو قوة أو ضربة مباشرة على الأزن السبب الثالث هو إصابة أو جرح ممكن تتسبب الجروح أو الإصابات تسبب تمزق طابلة الأزن في حال التعرض لطيار هواء قوي في الأزن أو تعرض لإصابة رياضية أو السقوط على الأزن أو تعرض لحادث يعني استضام قوي زي حادث سيارة أو ممكن يعني موضوع مهم قوي وهو إدخال جسم غريب في الأزن ممكن يسبب تمزق طابلة الأزن وينبغي الانتباه لهذا الأمر لأن هذه المشكلة بيعانى منها كتير وبتصيب كثير من الأشخاص نتيجة قلة الوعي هي بعض الأشخاص بيقوموا بإدخال جسم غريب في الأزن بيسبب تمزق طابلة الأزن الجسم الغريب ده ممكن يكون قطعة من القطن عود من القطن أو الأظافر كمان ممكن الصدمة الصوتية تسبب خلل أو تمزق في طابلة الأزن في حال تعرضت الأزن لصوت عالي ممكن يؤذي طابلة الأزن لكن إن كانت هذه الحالة نادرة الحدوث لكن تظل من الأسباب بالنسبة لتشخيص تمزق طابلة الأزن في العديد من الطرق ممكن يلجأ لها الطبيب علشان يشخص هذه المشكلة زي الطبيب بيفحص عينة من السوائل اللي بتخرج من الأزن المصابة أو بيقوم بالنظر بواسطة منظر ضوئي إلى داخل الأزن أو بيقوم بعمل اختبار فحص السمع لمعرفة مدى كفاءة عمل الأزن المصابة أو اللي بيشتكي منها المريض أو إجراء مجموعة من الفحصات للأزن والأنف والحلق ممكن طبعا يحتاج الأمر لفحصات أخرى ممكن يحتاج إلى أشعة عشان توضح المشكلة بصورة أضق ويقدر بالتالي يحدد السبب ويعالجه علاج تمزق طابلة الأزن بيقسم علاج تمزق الأزن إلى قسمين علاج طبي وعلاج منزلي العلاج الطبي طبعا الهدف من العلاجات الطبية تخفيف الألم معنى حدوث عدوى والعلاج الطبي ممكن يشمل الخضوع العملية الجراحية أو تناول أدوية الخضوع العملية الجراحية دي عملية بيتم فيها ترقيع الغشاء الممزق لتحفيز الطابلة على أنها تعيد بناء نفسها وده في حال لم تشفى طابلة الأزن الممزقة لوحدها لأن بعض الحالات لو تمزق بسيط ممكن بيلتأم مع مرور الوقت وبالتالي بتعود الأمور لطبيعتها إذا كان تمزق شديد أو كبير بيحتاج لتدخل جراحي تناول الأدوية زي تناول المضادات الحيوية في حال كان السبب هو عدوى أو التهاب فبالتالي بيتم استخدام مضادات الحيوية للشفاء من العدوى اللي ممكن تكون سبب التمزق أو لحمية الأزن المصابة من أي عدوى جديدة الطريقة الثانية العلاج المنزلي في العديد من العلاجات المنزلية ممكن بتساهم في علاج تمزق طابلة الأزن منها استخدام كمدات حرارة أو مسكنات ألم ممكن الحصول عليها من السيدلية بدون وصفة طبية في حال طبعا الألم كان شديد بيتم استخدامها لتخفيف الألم الناتج عن تمزق طابلة الأزن وإن كان يفضل طبعا يكون تحت استشار الطبيب ممكن أيضا يتم نفخ محتويات الأنف للخارج ويتم تكرر هذا الأمر خلال اليوم أو يتجنب إنسان فعلا ذلك تماما يعني الأمر بيتوقف على طبيعة الحالة هل الإنسان بيشعر بالراحة لو نفخ محتويات الأزن الخارج أو لو أنه هو لو قام بهذا الأمر بيشعر بألم شهيد فبالتالي بيتجنب هذا الأمر طيب بننوها أيضا وبنشير للضرورة التجنب استخدام أي نوع من قطرات الأزن المنزلية دون الرجوع إلى الطبيب بالنسبة لفترة التعافي من تمزق طابلة الأزن في العادة في الوضع الطبيعي ممكن تحتاج طابلة الأزن لعدة أسابيع لشان يحصل الشفاء التام وغالبا بيشعر المصاب بفقدان مؤقت للسمع إلى تمام الشفاء الكامل بتعود الأزن لتعمل بكفاءة من جديد في حال خضوع لجراحة ممكن يحتاج المريض أنه يظل في المستشفى فترة بتتراوح ما بين من يوم ليومين إلى تمام الشفاء الكامل اللي ممكن يستغرق تامن أسابيع آخر حاجة بعض الأمور والطرق اللي ممكن إنسان يلجأ لها أو يقوم بها تجنب أو تقيه من تمزق طابلة الأزن منها مهم جدا الحفاظ على جفاف الأزن لمنع حصول أي عدوى أو الالتهاب وضع القليل من القطن وباللطف ولكن في قناة الأزن الخارجية وليس محاولة إدخالها بقوة للداخل والهدف من القطن هو منع دخول الماء أيضا تجنب السباحة في حال كانت الأزن مصابة سواء بالتهاب أو عدوى حتى يتم الشفاء تماما تجنب أيضا المرتفعات أو ركوب الطائرات إذا كان الشخص مصاب ببرد أو عدوى في الأزن مهم أيضا استعمال سددات الأزن أو مضغ اللبان أو العلكة لمعادلة الضغط في الأماكن اللي بيختلف فيها الضغط الجوي تجنب تمظيف الأزن باستخدام الأعواد القطنية اللي هي للأسف منتشرة بصورة كبيرة بين الناس ومعظم الناس بيتظن أن هذا الأمر جيد ولكن بالعكسة بيسبب مشكلات للأزن بيسبب انسداد الأزن بيسبب رجوع الشامع مرة أخرى لداخل الأزن وتصلبه وتراكمه وبالتالي فقدان السامع وحدوس التهابات فمهم جدا تجنب استخدام الأعواد القطنية لتنظيف الأزن أو تجنب إدخال أي جسم حد داخل الأزن ده كان أهم المعلومات حول مشكلة تمظل طابلة الأزن الأسباب والأعراض والعلاج وطرق الوقاية في النهاية بنتمنى السلامة للجميع ونلتقي بإذن الله لخير في فيديو جديد وموضوع جديد ترجمة نانسي قنقر